بيب 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 واسعوا الشتكة وسعوا الشتكة هنقبض عليك يعني هنقبض يا سمبا ابعدوا عني انتو مش هتقدروا علي لا هنمسكك يعني هنمسكك تعالا هنا تعالا ايوه ادخل السجن مش هتقدر تطلع منه ابدا طلعني طلعني انا ما عملتش حاجة طلعني من هنا يا سلام البيت ده فاضي خالص وما فيش حد كمان ايوه لما روح اسرق الفلوس دي يا كل دي فلوس ايوه كده اطلع بسرعة يا فلافلو ابني يا فلافلو يا حبيبي روح اتلي فلوس من الخزنة حاضر يا بابا يا خبر يا خبر الخزنة فاضية وكمان مفتوحة يظهر ابيض من اللي سرقني الحقوني اي يا سلام في خزنة تاني اهي واو فلوس كتير لما اخدها كلها والدهب كمان يا سلام بصي شكرا شكرا يا بصينبا اكتر خيلك ولا شكر ولا حاجة دي اهل حاجة علشانك يا سلام اما ادخل هنا كمان اشوف عندهم ايه ممكن يتسرق واو ايه العقد الجميل ده هو ده ولا بلاش اخده بسرعة يا خبر العقد بتاعي راح فين الدهب من اللي اخده من هنا بيب 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 وصع السكة هنمسكك يا انا هنمسكك هتروح من هنا فين يا سنبا تعالوا هنا يا ولد تعالوا ايه 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 ايوه هو ده جزات الحرامي انا عاوز اطلع من هنا طلعوني من السجن انا ما عملتش حاجة يا سلام اما لعب بالطوبة الجميلة دي لا 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 يا خبر يا خبر اكون اه ايه الحجارة دي كلها اللي عم انا تتريمي علي من اللي بيضربني هنم اجري بسرعة عم اسكر podassociه تعالوا هنا تعالوا هتروح مني فين ايه مالك يا ميموت ساكت كده واقعد على جن ايه اللي بيحصل انا أنا سفرمت حجارة كتير على عم اسكر تعالوا هنا اتقدم بقى واسمع الكلام شرطة الاطفال ايوة مع عدراتك اطفال ظليم قدمي بلاغ ايضا عاوز اقدم بلاخ في ابني علشان بيدرب حجارة على الحيوانات كلها وبيأزيها طيب طيب ما تقليش هنيجي ناخده النهاردة طيب مع السلامة يا ريت تيجو تاخده على طول علشان عمال بيعمل مشاكل كتير او في الغابة يا سلام على الموز الجميلة مراح ااكله امام يا سلام نم 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 يا سلام يا خبر ابيض مين اللي رمى اشر الموز كده بيب 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 وساعة سكة يلا بيب 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 يلا فين الحرامي اللي عمل كده عم ابو سنبا اا شكل الارض ميمون هو اللي اكل الموز ورمل اشر في الارض يا خبر ابيض طيب ما تقليش عمي ساعة ابو سنبا انا هروح اعبود علي دلوقتي حالا يا ريت علشان كده الحيوانات هتتقزل تحت امرك انزل يا حرامي يلا انزل انا مش حرامي انا كان نفسي في الموز يلا يلا تعال معنا عالسجن ادخل هنا اه 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 انا عاوز اطلع من هنا انا ما عملتش حاجة ايه ده انت جيت هنا يا صاحبي وانت كمان هنا يا ميمون ايوة طبعا انا هنا وانت كمان يا ميمون اه ايوة علشان انا سرقت الموز اه احط الشوكولاتة دي كلها ايوة تمام كده يا ماما تسمحي لي اخد شوكولاتة من التلاجة طبعا يا حبيبتي بس اخدي واحدة بس انت ليك واحدة بس في اليوم تفضليها ايه شكرا جدا يا ماما انا اكل الشوكولاتة واو طعمها لذيذ يا انا نفسي في واحدة كمان اروح اخد واحدة كمان بس ومش ااخد تاني مش هيحصل حاجة يعني ايوة اخدوا الشوكولاتة دي والشوكولاتة دي كمان جميلة ودي كمان ودي ايوة اروح بقى علشان اكلهم ايه ده ايه ده ايه ده الشوكولاتة الكلها اللي كانت هنا راحت فين يا نهر ابيض انا اسفة جدا يا ماما انا اللي اكلت الشوكولات يا حبيبتي انا قلتلك تاكلي واحدة بس في اليوم انت كده مش بتسمع الكلام ابدا يا ظروفة لو سمحت انا عاوز اقدم بلاخ في بنتي اسمها ايه لو سمحت اسمها ظروفة عندها سبع سنين مش بتسمع الكلام ودايما بتحصى اوامري وبتعمل عكس اللي بقوله يا ريت تيجي تاخدوها تحت امرك هريجي نحطها والسجن ضلمة بي 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 بساعة السكة الشرطة 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 تحت امرك يا ظروفة اه انا ليه يا ماما ما عملتش حاجة يا ماما خلي سبني يا ماما لا مش هيسيبك علشان انت دايما بتخال في اوامري يلا يلا مفيش وقت يلا ادخني السجن يا ظروفة ادخني اه 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 مطعيطيش احنا معاك ايه دا سنبا وكمان مايمون انتو هنا انتو كمان اه اي وا احنا كمان عملنا حاجات غلط يا سلام على العاب الجميلة لما نعب بيها ممكن تلعبني معاك لا طبعا انت مش بتعرفي تلعبي ولسه صغيرة لا انا مش صغيرة وهقول لماما يا ماما زرق الغزلة مش عاوزة تلعبني معاها لا 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 لازم تلعبه سوا ماينفعش كده ايوة يا حبيب تلعبه اختك دي اختك الصغيرة وبتحبك اللعبه سوا وما لها تلعب لواحدك يوة بقى يا ماما تصغيرة وبتعدك تصلي في العابي معلش علشان خطري لعبيها شوي حاضر يا ماما تحت امر خليها تلعب برافو يا حبيبتي شاطرة انت كده شاطرة تعالي لعبي معايا شكرا جدا لكي هيه هيه يا خبر كده قسرت اللعبة بتاعتي انت دايما كده رخمة تعالي خدي فاتماجك ايه ل ما تدربنيش ايه اللي بيحصل ده ازاي تدربي اختك كده بصراعة يا ماما هي كسرتلي لعبتي دايما كده بتستفزيني لا ما مايفعش كدا ان احنا ندرب بعض كده غلط قاله يا حضرتي الظابط انا عاوز ابلغ عن بنتي علشان دايما بتضرب اختها الصغيرة اه ماشي انا مستنياكم ما يهمش خليها تتعلم الادب مع السلامة كده انا طلبت الشرطة علشان انت دايما مش بتسمعي الكلام وبتضربي اختك وبتتعصبي عليها واختك صغيرة ما يفعش ان انت تتعصبي عليها كده لازم تحبوا بعض وتلعبوا سوا حاضر يا ماما بس ما تخليش الشرطة تيجي تاخدني لا هتيجي تاخدك علشان بقى تسمعي الكلام انا تعبت مني بيب 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 وصاو السكة شرطة 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 انا جيد لو سمحت اخد بنتي لا يا ماما خلاص مش هدربها تاني لا علشان تسمعي الكلام كمان بيب بيب وصاو السكة شرطة 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 يلا يلا دخولي هنا يا غزالة مع اصحابك ايه ده انتوا كلكم هنا يا اصحابي ايوة ما احنا كمان عملنا حاجات غلط وزعلنا مامتنا مننا وانا كمان مامت زعلنا مني علشان اخت الصغيرة بضربها دايما وانا كنت بسرق الفلوس الكتير وكمان سرقت عقد ماما انا مش عارف انا ليه كده مش بسمع الكلام وانا كمان عزبت مامتي وكنت بضرب الحجار على الحيوانات وبرمي اشر الموت في الشارع ومش برمي في الباسكت يا خبر يا رب مامتنا وبابانا يسامحونا انا زعلان قوي من نفسي ونفسي بقى اتغير واطلع من السجن وابقى كويه زي زمان وانا كمان هبقى كويه لما ارجع يا بو سنبا ياريت بقى اتخرجوا الحيوانات كفاية عليهم لحد كده انا برضو شايف كده ان هما كفاية عليهم لحد كده خلاص انا هروح النهاردة علشان اطلعهم من السجن ايوة ياريت تعمل كده كفاية عليهم حبس لحد كده هما تعلموا غلطهم وانا رحت لهم وقالوا ان هما نفسهم يصلحوا الغلط ده طيب كويه جدا كده اروح اطلعهم وانا متطمن لو سمحت يا حضرز الظابط كفاية كده علي الحيوانات لا انا من رأيي عضو مدة اكتر من كده لا كفاية دول صغيرين وهم تعلموا غلطهم طيب ماشي يلا تقدروا تطلعوا يا حيوانات الغابة هيه هيه اخيرا طلعنا اخيرا انا فرحان جدا حمدلله على سلامتكم يا حبايب الموام تكونوا تعلمتوا الدرس كويس ايوة يا عما بو سنبا ماما غدا بتحبكم جدا لو عجبتكم حلقة النهاردة اعملوا لايك الاسبوع وفوق